أيضا هناك قضية جدا مهمة وعملية ارتباط بعض قادة الإطار مع الشركات الأمريكية أيضا مع ما يعرفون بشركات الضغط في واشنطن أيضا توجد علاقات قوية وهناك تعامل تجاري نفطي تعامل تجاري صناعي مع الجانب الأمريكي فعليا لقيادات الإطار مثل ما حضرتك سيد أسام تتحدث لماذا المطالبات لماذا الاستهدافات للقواعد الأمريكية ولماذا المطالب والضغط على أي حكومة تشكل بموضوع جدولة إخراج القوات الأمريكية من العراق هناك ثلاث أصناف بالإطار الصنف الأول الذي يعلن دعمه للوجود الأمريكي وهم معروفين ويلتقون مع السفيرة الأمريكية واضح جدا شراكة الأمريكي لكن واضح الإشارات اللي موجودة واضحة يعني يقولون أن العلاقة مع أمريكا استراتيجية ونحن منتفعين من هذه العلاقة أو العراق منتفع من هذه العلاقة الثانية الساعين للعلاقة الأمريكية يعني اللي يريدون يوصلون بالمستوى الأول اللي لديه علاقة مع الجانب الأمريكي مباشرة أما الثالثة هم فصال المقاومة الذين يشعرون ربما أن الصنف الأول والثاني يحاولوا إبعادهم أو تحجيمهم خلال هذه المرحلة من خلال الاتفاق مع الجانب الأمريكي فحثت هذه الضربات وحثت المواقف المتشنجة ومنها بيانات متشنجة واضحة تكلموا بها عن بعض قيادات الإطار والتهموم أن يدخلوا من الباب الخلفي للسفارة وغيرها فهذه الأصناف الثلاثة هي المتصارعة حالياً داخل الإطار الصنف الثاني أيضاً لا يثق بالصنف الأول واللاحظ مثلاً إذا التقى مثلاً سيد المالكي مع السفير الأمريكي نشوف أنه سيد عمار ثاني يوم هذا سيد عمار يذهب للقاء قيس الخزعلي بعد يوم حتى يفهمون ماذا جرى ما بين مثلاً السيد المالكي وما بين السفيرة الأمريكية إذن أمريكا تعرف كيف تتلاعب الإطار التنسيقي والكل متخوف من الطلب من أمريكا أن تخرج من العراق يعني لا أحد يريد أن يتورط لذلك ذهبوا إلى الجانب السني وذهبوا إلى الجانب الكريم هذا خليني أكد على سؤالي لمن تتعرفون المعادلة بهذه الطريقة سماحة السيد سيد المقاومة وين بهذه المعادلة بما إحنا الذهب باتجاه تثبيت أقدام الأمريكان بالداخل الأراقي بحديثك بوجود شوفي أكو تاريخ بوجود هؤلاء لا يمكن لمقاومة أن تنجح يعني سابقاً عقدوا شراكة مع الجانب الأمريكي في 2008 وأطلقوا عليها صلاة الفرسان وقاموا باعتقال المقاومين فإذا لديهم تاريخ لا يمكن لأي جهة حالياً أن ترفع السلاح بوجه أمريكا وعلى سبيل المثال مثلاً الجباب والكتائب رافع لكن سمحوا لأمريكا باستهدافهم أضف إلى ذلك أن الحكومة وبيان للإطار التنسيقي وصف الكتائب وصف أن الجباب الأرهابيين كلام ماضح جداً بمعنى أن هؤلاء هم من يقولوا أنه نحن من دافعنا عن سلطتكم وصفون بهذا الوصف ماذا لو كان هناك تيار صدري يذهب بهذا الاتجاه واتجاه المقاومة أفهم كلامك اليوم الكتائب الفرق المقاومة اليوم للأمريكان تعتبر بالجانب الحكومية أو بنظرة الحكومة إرهابية؟ هذا بياناتهم مو أنا أقول مو أعتبر هذه بياناتهم ماضحة جداً لذلك التيار الصدري أو السيد مقتد صدري يعرف أن هؤلاء ذو التاريخ السيئ في استهداف المقاومة إذا خرج الآن تيار الصدري وذهب إلى المقاومة سنجد أنه أول من يواجه التيار الصدري هم فصائلهم المسلح الموجودة داخل الحكومة لغرض مثلاً حفظ الأمن أو هناك انقلاب نحن نشوف مثلاً ردود أفعالهم حول غلق السفارة كيف كانت ردود أفعالهم؟ سبب صعوبة المشهد التي تتحدث به هو موسحب سمحت السيد من الأساس؟ يعني شنو صعوبة المشهد؟ حضرتك تحدث عن صعوبة عن جزائت للإطار لثلاثة أجزاء وجزء لا يثق بالآخر والآخر يعني يترك المقاومة أمام الأمريكان للاستهداف بأي لحظة لا تحميها فبالتالي لو كان سماحة السيد أو كان التيار موجود بهذه العملية السياسية ما كان الواقع مختلف؟ ما كانت الحكومة مختلفة؟ ما كان أفكار وتوجهات الحكومة مختلفة؟ يعني مثلا نقول روح إلى حكومة السيد الكاظمي كان استهداف السفارة الأمريكية طبيعي جداً يعني طبيعي هناك استهداف للسفارة كان الذي يعترض على استهداف السفارة يقولون عليه أنه ابن سفارة يعني وأمريكا لم يقل لديها ردود أفعال ضد المستهدفين وكانوا يعلنون أصحاب الكهف وغيرهم يعني أكتاء بن جاباء وغيرهم بعد حكومة السودان لاحظنا أن السفارة تتحول إلى ضريح يعني أنه لا يمكن أبداً تحت أي ظرف استهداف السفارة الأمريكية